السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاري شاكر واهلا بكم في المحاضرة الخامسة من محاضرات شرح الماتيريال القانوني لديبلومة الترجمة القانونية من الجامعة الامريكية. وبفكر حضراتكم ان الماتيريال اللي بنشرح فيها دي موجودة اللي محتاج هيقدر يتواصل معايا وهسيب لكم لينك التواصل معايا في وصف الفيديو تحت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايكك وسبسكرايب وشير علشان تعم الفائدة وزكاة العلم ونشره علشان نقدر نفيد اكبر خضر من الناس ولكم الاجل والفواد ان شاء الله. وبسم الله نبدأ محاضرتنا النهاردة. في المحاضرة اللي فاتت احنا تكلمنا عن بحرف الجر. وقلنا بتبقى ما تبقى معناها تبقى معنيها مختلفة حسب حرف الجر اللي بتقترم بي. يعني لما هي تقترم بحرف الجر باي يبقى معناها بواسطة هذه الوثيقة او او آآ بواسطة هذا العقد او هذا الاتفاق او هذا او اي ان كانت الوثيقة اللي انا بترجب فيها بس القاعدة العامة ان هي بواسطة هذه الوثيقة بعرف ان الوثيقة اللي انا بصدادها ايه وبحط بواسطة كزا. آآ وقلنا لما يبقى لهذه الوثيقة. ولما تبقى آآ من هذه الوثيقة. وهير الفتر معناها pues يشار والو فيما بعد في هذه الوثيقة. هور على بعضها كده معناها يشار الى فيما بعد في هذه الوثيقة H stroll. وكنت سايب التالت جمل اللي قدام حمراتكم دول وقلت انه اه تترجموهم او كان الصوت قطع وسبتهم اه اه وقت كافي لحضراتكم علشان تقدروا تشتغلوا عليهم وتترجموهم للناس اللي متابع معايا الشرح من الاول ومعايا الماتيري. اه دلوقتي انها ترجم الجمل دي وبعدها قارن بين الترجمة اللي حضرتك ترجمتها وما بين الترجمة الصحيحة للجمل وشوف اه مستواك وصل لفين. اه دي عادي مش طبعنا دي تابع الجملة اللي فاتت وانا ترجمتها بس ما فيش ما نعني قولها المرة دي فيز معناها اتعاب او اه مستحقات او ضرائط فيز. اول جملة بتقول ايه بوث بارتز بوث بارتز بوث بارتز كلا الطرفين هير باي اجري اس فولس يبقى معناها ايه بموجة بهذا العقد اتفق الطرفاني على. طب عرفت منين يا عم وجبتلي منين كلمة العقد دي وجبتها منين. اه اولا الجملة دي بتبقى فين? بتبقى في نهاية كل بريامبل. العقد بيبقى فيه جزء اسمه البريامبل او التمهيد وجملة دي بتبقى في نهايته بتبقى فين يا رجالة او يا اخواتي بتبقى في نهاية التمهيد اه من كل عقد دي سبتة وموجودة في اي عقد خلقوا ربنا. بتحكي التمهيد ده بتحكي فيه قصة العقد وبتيجي في نهايته كده بتيجي بموجة بهذا اتفق الطرفاني على. يعني ايه بموجة بهذا او بموجة بهذا العقد بوث بارتز كلا الطرفين هي باي هي دي معناها بموجة بهذا العقد اتفق الطرفاني على وتخش تكتب ايه? تكتب المواد. وركزوا معي عشان فيه جملة تاني تنفع تكون بديلة للجملة دي هتيجي معنا في اخر جملة هنترجمها في هو حضرته النهاردة ان شاء الله. بعد كده عندي ايه الكلام ده? اه اولا خلينا اعرفك ان دي معناها مواطنة. بس لما بتيجي في المعنى القانوني بتاعي على بعضها بيبقى معناها قانون الجنسية. يبقى على بعضها معناها ايه? معناها قانون الجنسية. يبقى نمبر نمبر اربعتاشر من قانون الجنسية يجب ان تلغى او طب هينفع كده? لا ما ينفعش. كده صيغة القانونية مش صحيحة. كده لما انا قلرت كالرقم حضرت اربعتاشر من القانون الجنسية. يجب ان تلغى يبقى انا ترجمتي الصحيحة القانونية غير صحيحة واهملتي هنا كده انا ترجمت كأن كلمة دي مش موجودة. هيبقى ايه الترجمة الصحيحة? تلغى بموجة بهذه المادة او بموجة بهذا القرار او بموجة بهذا القانون او بموجة بهذا المرسوم المادة الربيعة عشر من قانون الجنسية. تلغى او ايه تلغى اه بموجة بهذا القرار المادة الربيعة عشر من قانون الجنسية. جبت من اين هذا القرار او جت من اين كلمة هذا القرار? هذا القرار لازم تبقى عارف ان المواد دي خالفيتك القانونية ان المواد دي بتتلاغي بمرسوم او قرار او تشرية. لما مادة تحلهم حل مادة اما مرسومة اما القراري اما تشريع. على حسب باقة الدول وعلى حسب الدستير اللي ماشي بها. يبقى تلغى بموجة بهذا القرار اللي هي او ممكن برضه قول اللي هي بموجة بهذا القرار تلغى المادة الرابعة عشر من قانون الجنسية. بعد كده there is there is established there is here by established scheme 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 عشان تبقى عارف scheme اللي هي دي معناها مخطط او نظام. هنا معناها نظام. to be known as a compulsory service scheme. نظام الخدمة الالزامي. يبقى يؤسس بموجة بهذا القرار برضو. نظام يعرف بنظام الخدمة الالزامي. يؤسس بموجة بهذا القرار. نظام يعرف بنظام الخدمة الالزامي. يؤسس بموجة بهذا القرار. نظام يعرف بنظام الخدمة الالزامي. بعد كده there is there زائد preposition like word. there زائد preposition like word اللي هو زائد حرف الجر. بيقول لي like here كما هو الحال في here there is used زائد. زائد عادة ما يستخدم في الوسائق القانونية in conjugation. in conjugation دي معناه اقترانا. in conjugation with preposition like word. يقترن بحرف الجر. preposition like preposition لو حرف الجر. like word دي يعني مثل الكلمة. for the purpose of للاغراض المرجعية او اغراض الاشارة يعني بيبقى معناه يا اما ذات يا اما زوس person او that thing او that person. طب ان here انا ما ينفعش اوشير بها لشخص يعني here بتبقى وثائق فقط وبتبقى الوثيقة اللي في ايدي بس يعني here بتبقى الوثيقة اللي معايا اللي انا بكتب فيها او اللي انا بترجم فيها او اللي انا بقرب فيها. مش مش معايا وانا بتكلم عنها يبقى there دي وانا بتكلم عن حاجة مش موجودة معايا. ركز. وذير برضو ينفع اشير بها الى اشخاص او الى اماكن. ينفع اشير بها الى شخص او الى مكان. انما here لو اشيروا بها او لا تعودوا الا لوثيقة في يدي. ليه لان انا بقول buy this document اللي في ايدي. ليه عندي هو بيقول لي there buy. يبقى بواسطة تلك الوثيقة. there buy اهيه تلك الوثيقة. يبقى there buy معناها ايه? بواسطة تلك الوثيقة. buy that mentioned. آآ بواسطة المشار اليه. هنا. لو انا هترجم there buy لو عدها هتجيب لي ايه? آآ وبالتالي وبذلك ومن سماه. وهكذا كل ده لو ينفع برضو ترجم there buy. لكن لما تبقى بجملة قرنية بيعناها ايه? بواسطة تلك او بواسطة ذلك او على حسب الحاجة اللي انا بقى اشيره اليه. there to to that mention للم اه لي ذلك الشيء او لذلك المشاره اليه. يعني to that mention اعرف ان هي لي. there to لي له او لها. آآ وطبعا بتختلف على حسب الجملة وهنشوف في الجمل دلوقتي واحنا منترجم وبالمثالي اتضح البان zero منه جزءا منه. zero عادة بتبقى جزءا منه. zero 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 منه او من ذلك الشيء او من ذلك المكان او من ذلك اي حاجة. تمام? there after there after بتبقى ايه? afterwards in that document mention. انا بتكلم افتر اهي. there after بتكلم عن ورقة مش معيه. بقول لك والله الورقة دي فيها مسلا المادة التالتة او المادة التانية والمودل بعدها كذا 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 كذا. دي معنى there after. وطبعا كل حضراتكم مش هتفهموا اكتر غير وانا بترجم الجمل علشان تبقى ايه في السياق ونعرف اكتر ونفهم اكتر مع بعض ان شاء الله. بيقول لي the convention معناها ملاحق او الملحقات attached there to. اهي there to there to. وفي الجملة اللي تحتها على طول بيقول لي يساوي the convention dated مؤرقة بتلتاشر يناير الفين وستة. والملحقات attached to a that convention. to a that convention. يبقى هنا انا شلت كلمة الوثيقة وحطيت ايه? شلت كلمة there to. حطيت that convention. كده فهمنا there to. بتنفع ايه? that convention. حد يقول لي ينفع هنا حط here to. اقول له لا. لان هنا انا مش بتكلم عن وثيقة في ايدي. انا بتكلم عن وثيقة مش معايا. لو في ايدي هقول here to. تمام? او قدامي هقول here to. لكن هي مش معايا يقول لك من تلتاشر يناير الفين وستة. والملاحق المرفقة بها يبقى there to. معناها ملحقات وتنفع مكانها كلمة annexes 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 annexes. بعد كده عندي the acknowledgement the acknowledgement معلاء الاعتراف او الاقرار dated المؤرخ. ناشر واحد الفين وتماني or any part there of. or any part there of. or any part there of. او اي جزء منه. لا. هتقول اي جزء منه وترجمتك صحيحة ولا وبار عليه. طب عايزة باين ان انا فاهم اكتر اقول او اي جزء من ذلك الاعتراف. تمام? تمام? بعد كده. the building المبنى and utilities therein. the building and utilities therein. يبقى المبنى والمرافق فيه therein تبقى فيه. يبقى therein معناها ايه? فيه. المبنى والمرافق فيه therein. 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 معناها فيه. طب عايزة بيني اني فاهم برضو اقولي. the building and utilities therein. معناها المبنى والمرافق في ذلك المبنى. المبنى والمرافق في ايه? في ذلك المبنى. وبرضو هنا ما ينفعش herein. مكان therein. ليه? مش علشان بس انا بتكلم عن مبنى مش قدامي او مبنى مش معايا. انا هنا بتكلم عن مكان. وهير لا تأتي مع الاماكن. تأتي فقط مع الوثائق او الاوراق القانونية. بعد كده عندي the production الانتاج and the profits او and the profits والارباح generated النتجة او المتحققة therefrom منه there the production and the profits generated therefrom الانتاج والارباح المتحققة المتحققة منه. ترجمة صحيح. ينفع اقول ايه تاني ما كان منه? اقول من ذلك الانتاج. تمام? ما اقولش من هذا الانتاج اقول من ذلك الانتاج. يبقى the production and the profits generated from الانتاج والارباح المتحققة من ذلك الانتاج. ايه تاني اللي ينفع? the production and the profits. اه الانتاج. the production and the profits there from generated. والارباح المتناتجة عنه برضو. تنفع. يعني ينفع الانتاج او from. تيجي قبل generated. وينفع تيجي بعد generated. اه قدنا برضو الترجمة صحيحة ولا غبارة عليها. بعد كده بيقول لي the article number three. the article number three. المادة الثالثة. من عقد الايجار. حد يقول لي فين عقد? ما فيش كلمة contract هنا. اقول له agreement. انفع لو بجات باتفاق او جات في السياق القانوني بيبقى معناها عقد. مش اتفاق. يبقى lease agreement عقد الايجار and the articles during after. بقى بيقول لي ايه المادة. الثالثة. من عقد الايجار والمواد التالية لتلك المادة. دي الترجمة الصحيحة. او والمواد التالية لها. تمام? تمام. يعني ينفع اقول لها وينفع اقول لتلك المادة اللي هي ذات ارتكيلز. استعطت عن الكلمة دي كلها او عوضتها بايه? عوضتها بالذيرن after. بعد كده بيقول لي the parties sign the agreement and implemented the project there under. ركز معايا لان دي مهمة جدا جدا جدا. the parties sign the agreement. الطرفان وقع العقد. قلنا agreement لو جات في السياق القانوني بقى معناها عقد مش اتفاق. and implemented the project. ونفز المشروع او طبق المشروع. يعني implemented دي معناها نفز او طبق. implemented معناها ايه? معناها نفز او طبق. implemented. the project there under. طبقا له او طبقا لذلك العقد. بل ذيرنجر معناها ايه? معناها طبقا 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 لذلك العقد. بل ذيرنجر معناها طبقا لذلك العقد. بل ذيرنجر تاني معناها طبقا لذلك العقد. تمام? implemented معناها نفز او طبقا. تمام? بعد كده عندي جملة دي انا هسيبها لحضراتكم تترجموها وهعيد ترجمتها اللي جاية المحاضرة القادمة ان شاء الله. بس هوضح لحضراتكم حاجة في عندك within. within دي معناها ضمن او خلال. بس هي هنا جاية بمعنى ضمن او في حدود. تمام? او ضمن نطاق. the second part shall construct the plant according to the construction agreement. اخر جزء هو جزء مهم جدا وسهل برضو اللي هو جزء weapon. 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 weapon بيساوي based on that اللي هما الاثنين معناهم اه وبناء على او استنادا لذلك او لهذه الاسباب. تمام? بيقول لي ايه? المحكمة فليهزي الاسباب حاكت المحكمة براية المتهمة التهم المنسوبة الي. دي ترجمة قانونية. لو انا مش هترجم قانونة اقول فليهزي الاسباب تنفع ولذلك تنفع واستنادا الى ذلك تنفع وجدت المحكمة ان المتهم او المداء عليه غير مزنب بالجرائم المتسوبة اليه. الفكرة دي بقى فوجدت وليست حكمت على انهال اللي فرقني صياغة قانونية من صياغة غير قانونية. weapon the judgment is based on. واستنادا الى ذلك قام الحكم علىه. واستنادا الى ذلك قام الحكم علىه. او وبناء على ذلك صدر الحكم به. وبناء على ذلك صدر الحكم به. او وبناء على ذلك يستند الحكم الى. كل ده ينفع. اهم حاجة تبقى عارف ان معناها وبناء على ذلك او استنادا الى ذلك. والجملة اللي قلت لحضراتكم عليها اهيه? اللي هي وبناء على ذلك اتفق الطرفاني على تنفع مكان الجملة اللي قلناها في الاول خالص اللي هي بتاعة آآ بوث بار تزهير باي اجري از فولوس. دي تنفع مكان دي. كده احنا وصلنا لنهاية شرحة بحضرة النهاردة ان شاء الله. وما تنسوش برضو اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم طارق شاكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.